سنة عجفاء توفي فيها اكثر من خمسمائة وثلاثين الف امريكي واستوطن الفيروس خلالها صدور نحو تسعة وعشرين مليون اخرين قبل ان تضرب رياحه معظم سنابل اقتصاد الشركات دون التفريق بينها عام كورونا الذي قفزت تداعيته حواجز الصحة والاقتصاد لتصل الى السياسة ويكون شاهدا على تغيير وجوه اهلها الذي يعد كل منهم بمواجهتها على طريقته الان بسبب ما قمنا بعمله سيتم تجهيز اللقاحات لجميع البالغين الامريكيين في نهاية شهر مايو وهذا قبل الموعد المحدد بشهر وسنقوم كذلك باستدعاء الالاف من افراد الجيش والاطباء والممرضين وفتح المزيد من مراكز التطعيم للتسهيل على كل الامريكيين فيروس كورونا غرز عادات جديدة في حياة وسلوك الامريكيين افرادا وشركات في خطوة للتأقلم مع تطورات انتشاره والتي يعتقد الكثير من المختصين ان العديد منها سوف يستمر بعد انتهاء عاصفة الوباء التي تحاول ادارة جو بايدن السيطرة عليها من الصعب ان نعود كما كنا سابقا قبل الوباء بسرعة حتى في حال تأمين اللقاح لنصف الشعب الامريكي هناك من هم كبار في العمر ومن يعانون من امراض لا يستطيعون تحمل الاصابة بالفيروس كذلك الناس بدأوا يكتسبون عادات صحية جيدة قد تكون المحافظة عليها امرا جيدا يفتتح كورونا عامه الثاني في الولايات المتحدة الامريكية ورئيسها لم يعلن الانتصار عليه بعد لكنه يرى في نهاية النفق ضوءا يمكن الوصول اليه والانتصار على الوباء من خلال تأمين اللقاحات وتوفير وحدات متنقلة لاصاله الى اكبر عدد ممكن وهو ما قد يسمح للحكومة الفيدرالية باصدار قرارات جديدة قد تسمح باقامات تجمعات بسيطة في ذكرى عيد الاستقلال الامريكي المقبل في الرابع من يوليو خلال عام واحد قدم البيت الابيض ثلاثة حزم لاغاثة الامريكيين من فيروس كورونا وتداعياته بقيمة تجاوزت ثلاثة اتريليونات دولار اكثر من نصف هذه الاموال قدم في عهد الرئيس الحالي جو بايدن والباقي قدم في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ايادة جغبير سكاي نيوز عربية واشنطن